لريدكم سعيدة المدارس على الأبواب زي النهاردة هتكون الدراسة انتظمت تقريباً مدارسة هتدخل يوم السبت وتكتمل الدراسة يوم الحد ووزارة التربية والتعليم عاملة استعدادات كبيرة جداً تخص كل ما له علاقة بتأمين المدارس وتأمين الأبنية التعليمية والاهتمام بأن كل حاجة تكون سليمة وكل ما يخص أيضاً نظافة المدارس واهتمام بالصحة والوقاية وباسكتس أكتر من سلة للمهملات في كل مدرسة والحمامات والنظافة ومهتمة أيضاً بشكل كبير جداً بالتوعية ضد الإرهاب الفكري وبوجود الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعدم الضرب في المدارس حاجات كثيرة جداً أعلنت الوزارة عن أنها خطتها هذا العام مع دخول المدارس لكن الحقيقة أنا عندي أمنيات نفسي أنها تكون مع بداية المدارس بتمنى أنه أولادنا وهم رايحين المدارس يبقوا رايحين مبتهجين وفرحانين وعندهم طاقة وعندهم حيوية مش حاسين أنه ده عقاب ولا حاسين أنه هم مسقلين بواجبات كتيرة وعارفين يعني إيه الالتزام الجميل الالتزام اللي بيجيب نتيجة حلوة مش عندهم إحساس بين الالتزام ده أمر مؤذي بعد فترة أجازة طويلة نفسي برضو أشوف المدارسين راحين المدارس فرحانين ومبتهجين ومتضربين نفسيا وتربويا وتعليميا واخدين كفايتهم ماديا وقدرين أن هم يتعاملوا مع الطالب مش بس على المستوى التعليمي لكن كمان على المستوى الإنساني وعلى مستوى التوجيه بتمنى ما شوفش أطفال وهم خارجين من باب المدرسة بعد انتهاء يوم دراسي بيشتموا بأفضع الألفاظ أو بيضربوا بعد بشكل عنيف أو بيضربوا قطة وكلاب في الشارع أو طفل ماسك سجارة في إيده ومتهيقلوا أنه هو كده بيقلد الكبار أو كده هيعجب البنات ومش واخد باله أنه بالعكس الناس بتبصلوا والبنات بتبصلوا على أنه يعني اللي بيعملوا ده شيء ما يلفتش النظر على الإطلاق بتمنى أشوف المدارس خالية من التنمر والولاد عارفين أنه إحنا بنختلف عن بعض وأن مش أي حد عنده ظرف مختلف شكلاً أو في جسمه أو في صحته أو في ظروفه يستدعي أنه احنا نهجم عليه أو نعمله معاملة سيئة إزاي ندعم بعض ونحب بعض بتمنى أشوف ألات موسيقية وحسس موسيقى في كل المدارس ألات سليمة وطلبة بتتعلم مزيكة بجد وبتعزف وبتعبر عن نفسها ومسرح في كل مدرسة ونشاط مصرحي بجد وعروض مصرحية ومسابقات مصرحية بين المدارس نشاط رياضي بجد مش تبقى حصة الـ P.E. أو الألعاب هي مجرد الوقت اللي العيال بتقعد فيه في الحوش كده مأنتخين وفرحنين علشان بيريحوا شوية من واجع قلب الدراسة بتمنى أشوف الطلبة بتفكر وبتبدع وبتبحث وبتدور ومش عايز أشوف أبدا على باب كل المكتبات الخاصة بطباعة الأوراق والبيع الكراريس وبتاع أن احنا بنعمل كل وسائل الإضاحة احنا بنعمل كل الأبحاث لكل المراحل التعليمية والأهالي تبقى فرحانة تجري للمكتبة تدفع فلوس عشان تشتري بحث انت بتشتري خيبة ابنك لو أنت متصور أنك بتوفر لوقت عشان يقعد يصم ويحفظ زي البغبغان بدأ مما يدور ويبحث هتكتشف لما يدخل الجامعة أن كل ده كان بيفيده بيعلمه حاجات كتيرة جدا بيبنيه بيخليه تعلم يدور وما يستسهلش بتمنى ولادنا بيبقوش كل تركيزهم في الشنطة والحزاء والأدوات المدرسية اللي لازم تكون جديدة وزي ما قلت قبل كده الأهالي يعودوا مع ولادهم يفهموهم إنه إحنا كلنا مزاي بعض وما بصش لغيري إذا كان عنده وأنا ما عنديش أو إذا كان عندي وهو ما عندوش والواحد ما بيتفشخرش بحاجة أهله اللي عاملينها الحاجة الوحيدة اللي افتخر بيها حاجة أكون أنا عاملها واللي ما معهوش يدي للي معاه ولي معاه أكل يدي للي معهوش والأهالي يعلموا ولادهم المحبة والتعاون بتمنى أشوف الأنشطة المدرسية زيها زي التعليم إكوال كده بالزبط زي دول كتيرة بره شايفة إن الأنشطة أهم من التعليم كمان بتمنى أشوف المناهج جاذبة منهج اللغة العربية بالتحديد اللي الطلبة كلها بتخاف منه بتمنى أشوف قصائد جاذبة وجميلة وتشد الطالب إنه يقرأ ودروس قراءة متفتحة شوية ومبدعة وفيها مراعاة لسن ونطج الطلبة اللي بقى مختلف عن أجيال قبل كده وتبقى مادة سلسة ولطيفة بتمنى اللغة المصرية القديمة يتم تدرسها ويتم تدريس هويتنا ونبقى قريبين ولادنا يبقوا قريبين عارفين تاريخهم وهويتهم مش مجرد الدروس اللي بيدرسوها في التاريخ بتمنى إنه يبقى فيه ندوات في المدارس زي ندوات بتعاملنا في الجماعات ويبقى فيه أدباء ومثقفين وشخصيات عامة بتيجي والطلبة بتتحاول وبتقول اللي في نفسها وبتعبر عن نفسها وبتتكلم بتمنى إنه يكون فيه تدريس فعلا للأخلاق وللمواطنة ولقبول الآخر وللمبادئ الإنسانية الأساسية اللي افتقدناها الاحترام الأكبر في السن الاحترام الآخرين الاحترام أرض الوطن الحاجات كتيرة جدا افتقدناها بتمنى اليوم الدراسي بقى يوم مبهج وجميل وممتع الطلبة تبقى فرحانة به وسعيدة إنها بتتعلم بتمنى ألاقي إجابة على سؤالين بحس إنه هما أسئلة وجودية أو أسئلة كونية ملهاش إجابة يعني هي اتعاملت عشان ما يكون لهاش إجابة السؤال الأول إني أعرف إزاي الطالب اللي قاعد في فصل فيه 60 أو 70 أعرفش العدد دلوقتي بيبقى كام ما بيفهمش من المدرس وبيفهم في السنتر اللي فيه 500 طالب والسؤال التاني إزاي الأب والأم اللي عندهم طفلين في المدرسة عايزين يدوهم غزة يغزوهم علشان يقدروا يكملوا يوم دراسي ويستوعبوا لأنه صحتهم وتغذيتهم هي اللي بتساعد على إن هم ما يفهموا فعايز يفطروا الصبح كل طفل يأكل بضاية وكوباية لبن ويأخذ معاها سندويتش جبنة جبنة بيضة بالطبع لأنه أكيد خلاص لجبنة رومي بقى ولا شدر ولا فلمانك الكلام ده بقى صعب ولا صعب طماطم ولا مستحيل صمرت فكهة ولا بقى كده بهزر يا سندويتش جبنة حايف وخلاص ويأكل بضاية وكوباية لبن الصبح في علبة اللبن اللي بقت من 35 ل38 جنيه بتعمل أربع كبيات يعني العلبة هتخلص فيهمين على طفلين والبضاية بخمسة جنيه إزاي هيقدر يغزي ابنه لو عنده طفلين رايحين لمدرسة تغذية سليمة علشان يقدر يكمل يومه ويبقى معاه سندويتش صغير الحزبة دي عايزة خبير اقتصادي يقول لنا إزاي يقدر يعمل ده سؤالين وجوديين أتمنى أن احنا نلاقي عليهم إجابة زي ما بتمنى أنها تبقى سنة جديدة سعيدة سنة كلها خير وبركة على ولادنا وسنة يقدروا يحققوا فيها أحلامهم وسنة الأهالي يقدروا يوصلوا فيها لمفهوم التعليم الحقيقي غير طريق تفكيرهم في أنه أنت بتتعلم عشان تصم وتحفظ وتجيب درجات عشان تخش كلية يتقال عليها كلية كويسة وخلاص إحنا هنناقش النهاردة مع دكتور تامر شاوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس استعدادات الأسرة المصرية لاستقبال العام الدراسي واستعدادات الطلبة لاستقبال العام الدراسي كمان هيكون معانا في الستوديو ضيفة جميلة بنوتة مصرية يتقال عليها معجزة مصرية حقيقية بطلة في الشترانج اسمها جوي روماني جايلنا مخصوص من أسيوت تقديراً لنا واحنا تقديراً لها والبطولات لأنها حصلت على لقب أستاذ وحصلت على عدد كبير من البطولات المصرية تحت 8 سنين و10 سنين و12 و18 وبطولات دولية ومحققها نجاحات كبيرة وأحلامها عظيمة هتكون معانا أيضاً في استوديو مساء الخير ونتحاور معاها ونشوف نموذج لولادنا وبناتنا لما بيبقوا نتحين ومتحققين ومدعومين ممكن يعملوا إيه